السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي ومرحبا بكم عن اختكم سناء ومرحبا بالناس اللي ينضموا لي جداد كنشكركم بزاف على طيقتكم اللي وضعتوها فيا وعلى تشجيعات ديالكم وعلى التعليق الزوينة اللي هي بحالكم وخانب قنشكر فيكم ما غنوفيهاش لكم اذا اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الضوارة او للتقلية او للكرشة بالسيتون طريقة جد بسيطة وكنتنجح مع الجميع واخه المبتدئات واخه اول مرة اذا تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا المكونات وطريقة التحضير بالنسبة للمكونات اللي هي كنعرفوها كاملين وهي عندنا الكرشة او للدوارة او للتقلية كنحاولو اننا منشرينها نحاولو اننا نسلقوها حد سلقها مدة خمسة دقايق حتى العشرة دقايق ومن بعد ننقوها من ذاك الشوحوم اللي كتكون فيها وذاك الزبل اللي كيكون لاصق فيها وننغسلوها مزيان مزيان ونحاولو اننا نقطعوها قطع كيف كي يبال لكم وكيف كي يظهر لكم في الفيديو بدهت الشكل تقريبا اذا انا تقريبا درت هنا عندي القلية او الدوارة وعندي كذلك تلحم دي الراس واسا عملته يعني تقريبا عندي حد الكيلو ونص ما بين لحم الراس والتقلية قطعتهم حيت كتلكم منهم زبل وكل شي عندي تقريبا واحد البصلاء متوسطة للحجم مقطع قطع مربعة فالصاني من التوم وجوج معالق من القزبرون مع دنوس واحد المطعشة صغيرة محكوكة حالكمية من الزيتون الأحمر وكذلك واحد القليل من الحامد وجوج أوراق من ورق سيدنا موسى كيعتحد لدى زوينة لتقلية ديالتنا بالنسبة للتوابل ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر او البابريكا او التحميرا ملعقة صغيرة من راس الحانوت غير مملوءة كذلك ملعقة صغيرة من زنجبيل او لسكنجبير ملعقة صغيرة غير مملوءة من الفلفل الأسود او الإبزار وملعقة مملوءة صغيرة مملوءة جيدا من الكوركم او لا الخرقوم وملعقة صغيرة من الملح كتبقى على حسب الضوء عدنا تقريبا هاد الكمية ديال زيت الزيتون ممكن استعمال زيت المائدة فقط وكذلك ملعقة صغيرة غير مملوءة من الكمون او للكامون بالنسبة بالنسبة للكامون كيعتحد المضاق الزوينة تقلية ديالتنا هو والزيتون غنخليهم آخر مرحلة حتى تطيب لنا دوارة ديالتنا ثم نضيفوهم باش ما يحرارش معنا داك الكامون بالنسبة لما طيشا اللي محكوكا كذلك ما غنضيفوها جدابة غنضيفوها حتى حتى تشحر لنا شوية الدوارة ديالتنا مع هالتوابل والبصلة وتنزل لنا البصلة تحسوا بالبصلة نزلت عدا نضيفوه اذا غناخدوه حتى تنجرة الضغط احسن تنجرة الضغط حتى باش يلا تطيب لنا قد شد الطياب ننوضعو فيها الدوارة ديالتنا ثم البصلة ديالتنا اللي كيف كتشوفو را قطعتها قطع ماشي صغيرة بززاف را كتدوب نضيفو التوم نضيفو القزبرون مع النوس ونضيفو جميع التوابل ونحرقوه جيدا ونوضعو ونسيت الزيت كذلك ونوضعو هادشي فوق النار يتشحر لنا جيدا حتى نحسو بالبصلة ديالتنا نزلات لنا ثم بعد ذلك نضيفو كذلك ورق سيدنا موسى اذا بالنسبة الكمون والطماطم والزيتون غنخليهم مرحلة بعد مرحلة اذا بعد ما هتشحر لنا ان شاء الله الدوارة ديالتنا غنضيفو طماطم ديالتنا وبعد ما غطيب لنا الدوارة وكل شي عادة غنضيفو ذك الكمون وذك الزيتون الأحمر اذا ها هي بعد ما تشحرات لنا يعني تقريبا كتاخد معنا 11 ديال دقايق من ما نزلت لنا البصلة ديالتنا كيف كتشوفو راه كتجي معلكة وما كيبقاش نهائيا تباندك البصلة نهائيا ما كتبقاش بينا وكتجينا الدوارة ديالتنا خاطرة وعاقدة وشادة فراسها تمنى ها طريقتنا لإعجاب ديالكم اذا غنضيفو ماتايشا لها الدوارة ديالتنا ممكن انكم تصحروا واحد دقيقة ولا جوج حتى تشد فراسها شوية ماتايشا عادة تضيفو الماء اذا انا ما شحرتهاش فقط ثم غنضيفها الكمية من الماء تنحس بالدوارة ديالتنا يعني الماء ولا فوق منها كيف كتشوفو بهذا الشكل يعني تغطى اذا نسد 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 نجرة ضغط ديالي ونحاول انني نوضع صفارة باش يلا تصفر لي بالنسبة للمدة ديال الطهي كتبقى على حسب الدوارة هواش فتية ولا ما فتياش اذا غنحاول تقريبا انا نخلي تحت الساعة وغنطلقها ان شاء الله بيت ساعة بعد ما مرت تقريبا واحد ساعة اه فتحت الطنجرة الضغط ديالي وغنضيف باقي المكونات اللي هي الحامد قطعة صغيرة فقط الزيتون الاحمر وكذلك نضيف الكمون ثم نعود انني نغلق الطنجرة الضغط ديالي واحد لمدة تقريبا ديال 15 دقيقة بينما الزيتون ديالي طابلية شي شوية وبينما وكحت معايا كي نقول وكحت نشفت يعني بينما ما بقاش لنا دا كلمة بزاف في طنجرة ديال الضغط ونفس الشي غنغلقو على طنجرة الضغط ومدة ديال 15 دقيقة يعني غنغلقو ومديرو الصفارة وكان هادا هو طريقة ديالتي في تحضير دوارة او للتقلية او للكرشا بالزيتون طريقة جد بسيطة وكونا انا متأكدة بمئة في المئة بانها غتنجح معاكم وهذا تعجبكم كيجي المضاق ولا ارواع وكيفك تجي عقدة وخاترة وشدة فراسها اذا كان هدا هو فيديو اليوم كنتمنى يا ربينا الاعجاب ديالكم وما تنسوش الى عجبكم ضغطوا لي على الزر اعجاب ولما زال ما مشاركينش بالقناة ضغطوا اسفل الفيديو على الزر الاحمر اشتراك وفقط اجيبوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب في وسائل التواصل وحد هناك نقول لكم شكرا على حسن المتابعة والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله